السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا طيبين رجعت احط صوتي على فيديوهات الطبخة على حسب رغبتكم اليوم عندي اجنحات الدجاجة كريسبي مقرمشة شوفوا ماشاء الله كيف مقرمشة وشكله حلو تعالوا شوفوا الطريقة مع بعض طبعا جبت اجنحة هنا متبلتها بخله ملح بس تركتها شوية غسلتها وشلت الطرف الزايد اللي فيها في طرف الجناح شلته وجبت عندي هنا بدأت تتبيلها حطيت تقريبا ملعقة خردل هنا زي ما تشايفين شلت الطرف اللي هنا بعد ما وصلتها بالمشة الملح والخل وبدأت في التتبيلة حطيت اول شي خل وعلى فكرة عفو مش خل خردل والخردل من اطعم والذر مكونات اللي رح تعطيها نكهة جدا لذيذة وحتعطيها نكهة قوي وحتكون واضحة فيها شوية خل تقريبا نصف ملعقة الى ملعقة لا تكثروا انه كمان حنحط ليمون ملح حسب رغبتك وليمونة كاملة الليمونة يا جماعة والفلفل الاسود والخردل اكثر شي كان طعمها فارق في الاكلة ملحة اكثر كركم سأكتبها ان شاء الله كلها في صندوق الوصف سأخلطها تماما مع بعض لغاية ما تداخل كل البهارات والخل والليمون والخردن اللي حاب انه يعني يبشر بصلة يحطها بدل بودرة البصل ممكن ليش لا ياخذ مش البصلة موية البصل نفسها هنا عندي بعد ما خلاص كلها اختلطت سأخذها وحطها في الثلاجة لوقت الاستخدام انا خليتها تقريبا ثلاث ساعات لغاية ممسكة طعم كويس فيها وممكن تبدي فيها على طول لو مستعجلة ولكن انا افضل انك تحطيها اقل حاجة يعني لو ساعة على قل بعد كده طلعتها من الثلاجة وبدأت اتبلها احطها في البيض وبعدين في الدقيق والمفروض انه بعد الدقيق ارجعها في البيض وبعدين احطها في بوكسمات بس للاسف انا ما كان عندي بوكسمات لقيت الظاهر منتهي او كنت متوقع انه عندي بس ما ادري في الراح او يمكن انتهى فاضطريت ان يكتفي بالدقيق لكن انت ممكن تضيفينها بوكسمات كمان لانه طبعا اكيد هو اللي يعطيها القرمشة الاكثر فرغب انها طلعت مقرمشة والذين زي ما شفته في البداية بس برضو البوكسمات مكون اساسي فيها نعتبره حاول انك زي كده تمسكيها بشي علشان بشوكة او بزي كده يعني ملقاط علشان ما ينعدم عندك الدقيق رح ارصصها في كلها بذي الطريقة وحطها في الثلاجة هنا الطريقة بعد ما اكتملت كلها حطيتها كمان في الثلاجة تقريبا ساعة عشان تتماسك الطبقة اللي عليها ذي تمام الزيت هنا خلاص حمي وانا خرجت الدجاج ورح ابدأ اقليها بعد ما حمي مره رخيت النار الاخير سبتها للاجنحة تستوي على رحتها على نار هادية وعطيتها وقتها الكافي عشان ما تطلع لي مقرمشة من بره من جوه تكون نية هنا شايفين كيف بدت تتحمر تاخذ اللون الحلو اللي نبغاه وزي ما تشايفين طبقة الدقيق ماسكة فيها والسبب يرجع لانو حطيتها في الثلاجة ولو كمان عليها طبقة البوكسمات يسلام هنا خلاص وصلت للنهاية وقدمتها مع البطاطس ومع الرز الابيض وممكن تقدميها معي شي تبغي خبز صلاطة شو كان مستوية ما شاء الله اذا عجبتكم حطولي اللايك واشوفكم على خير فاماني